أعلنت الشرعية اليمنية فشل الجولة التاسعة لمشاورات الأسرى والمعتقلين بينها وميليشيا الحوث الإرهابية التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط واستمرت لسبعة أيام وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض في منشور على منصة X أكد أن ميليشيا الحوث الإرهابية عملت على إفشال أي التبادل في هذه الجولة كونها لا تقيم أي وزن للأسرى وعائلتهم وشار إلان المشاورات حققت بعض الاقتراقات في ملف المختطفين والمخفيين قسرا على أن تعقد جولة تتميلية قادمة خلال شهرين يسبقها تبادل كشفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المعبعوث الأممي إلى اليمن